فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون نعم وكذلك في صلاة الفجر وكذلك صلى بالمؤمنين بسورة المؤمنين يعني بسورة المؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون نعم وكذلك لأنه صلى عدة مرات صلى الله عليه وسلم في مكة لأنه قدم صبيحة رابعة وسافر بعدما أنهى المناسك عليه الصلاة والسلام فهو صلى عدة صلوات الفجر في مكة فمن روى أنه قرى بالطور كما مر أو قرى بقاف أو قرى بسورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالغالب في الفجر أنه يطيلها عليه الصلاة والسلام لكن أدركته سعلة يعني كحة عند ذكر موسى وهارون من هذه السورة فركع عليه الصلاة والسلام لعارض ركع هذا الركوع لعارض نعم قال فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل وشواهد هذا كثيرة نعم هذا ما تقرر من الأدلة أنه كان يقرأ الفجر بطوال المفصل لأنقاف والطور وأحيانا يقرأ بغير المفصل مثل ما قرأ بسورة قد أفلح المؤمنون المهم أنه يطيل القراءة في الفجر نعم ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها ولم يذكر أحد أنه نقص صلاةه في آخر عمره عما كان يصليها وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل نعم أجمع الفقهاء على أن السنة أن يطيل القراءة في الفجر ويقرأ من طوال المفصل لأن الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود فسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة أكثر من غيرها ومشهودا يعني تشهدها الملائكة الحفظة ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيصعد هؤلاء ويبقى هؤلاء باستمرار مع العباد والشاهد من هذا أن صلاة الفجر تطول فيها القراءة طوال من غيرها من بقية الصلوات الخمس ولهذا قال فيما مر وكانت صلاته بعد تخفيفا يعني بعد الفجر وليس بعد كما فهم بعض الناس أنه لما كبر صلى الله عليه وسلم وثقل صار يخفف صلاة الفجر هذا غلط فإنه استمر على التطويل بحيث أنه قرأ بالطور وقرأ بالمؤمنون وقرأ بالمرسلاءة وهو في حجة الودع وهي آخر شيء ولم يعيش بعدها إلا قليلا فدل على أنه استمر صلى الله عليه وسلم في تطويل الفجر اشتركوا في القناة